يا أهلين ومبارك عليكم دخول الشهر الكريم وجعلنا الله وإياكم من صوامه وقوامه يوم قلت بسوي معاكم حالة ليلة رمضان من الحلويات اللذيذة والجميلة اللي كل رمضان لازم أسويه أول شي بالأكواب هذه عندي بسكوت الشاي غمسته بالحليب طيب أي طريقة قامتوا متفضلون بس بدون طحن للطبقة الثانية عندي أوريو مطحون أضفت عليه نصف كوب من الحليب السايل نحطه فوق طبقة البسكوت وللطبقة الثالثة عندي 6 حبات من الجبون علبة من القشطة ظرف من الدريموب وربع علبة من النستلة وضربتهم كلهم بالخفاقة ونضيفهم فوق طبقة الأوريو وندخلها على الثلاجة تقريبا نصف ساعة ولما أجهز الطبقة الأخيرة عندي ثلاث ملاعق من القشطة وثلاث حبات من الجليكسي السادة ذوبتوا بموية حارة وخلطتهم مع بعض بعدين أضفتهم بالأكياس هذه أسهل للتوزيع الناس اللي دائم يسوون حلويات لازم عندكم هذه الأكياس وبردت الحالة تقريبا من ساعة ونصف إلى ساعتين وبكذا حلانة يكون جاهز للتقديم وعلينا وعليكم بالفعافية مرة لذيذ وطاري لازم لازم تجربونه